السلام عليكم و مرحبا بكم فيديو جديد و مرحبا بكم ايضا على القناة شاف سهيلة اليوم غادي نقدم لكم واحد طرطة الكرامل كديغ غزالة بزاف لديدة واقتصادية و غادي تعجبكم بزاف صراحة اللي جربتوها و غادي تنال اعجابكم و غادي تخلي وليتعليق زوين لانه فعلا لديدة شكرا مزاف على حسن المتابعة ما تنسوش تلايكي الفيديو الاكبر عدد من لايكات هكا لتعوم الفائدة تبغطا جاولا فيديو فضلا و ليس امرام طبيعة الحال و شكرا مزاف على حسن المتابعة هذه الطرطة ديانا كديغ غزالة و لديدة و بنينة و حتى المنظر ديالها يعني حاولت انا ندير شي حاجة اللي بسيطة ليقدر الكل انه يطبق بحالها بطبيعة الحال كما طبقتو الحالويات الاخرين صراحة جبت لكم احسن طرطة اللي غا تحضروها هنا يا البنات اللي كي سولوني فين كتديري البقية ديالا جنواز هادي كنحطا في المجمد حتى كنبغيها و كنجبدها بقى عادي ها مهادو من البقية اللي كي بقاوليها كنشدهم كنبقوا عندي جوشتروفة لصقتهم عادي جدا و تنخدم بهم كقاعدة يعني ما كنش مشكل فيها دي من بعد هنا يا عندي تقريبا واحد خمسين جرام ديال شوكولا اولي او شوكولا بالحالي بليك يكون نوع ممتاز عندي هنا واحد الكيمياء ديال القرقاع راكم شتولة بأس بها شوية مشي بزاف و عندي هنا الفويتين ما يعادينا تقريبا واحد الخمسة ديال المعالق ديال الفويتين عفوا مربع ديال المعالق ديال الفويتين هاكاك و يكونوا عاديين بحلاكة كي ما لاحطوا غادي نخلطوا هالطبقة المقرمشة كالمعتاد هنا يا نقص هالبخالينين اللي مادرناش ولكن كتجيها كحسن ولديدة و كتجيب لا تعقيدات يعني اللي عندك الموجود في الدار انا كيت قدريت خدمي بي انا ما كان يعني هادش اللي عندي في الدار غادي نخدم بي ما عنديش البخاليني عنديش شوكولاة غنضي باني بالشوكولاة يعني ما كانش اشكال صافي من بعد هنا غادي نوزح هالطبقة هادي بهات الشكل هادا كان فوق الجنواز هناي الجنواز مصقي تمولوا انه اسفنجية ما تحتش انها تسقى بزاف صافي من بعد هناي غادي ندير انحاول اناني ندير هالطبقة المقرمشة و غادي نتبتها من فوق لوكاك ديالنا صافي و غادي ندخل هالمجمي ذاو تباش تشدلي راسها شوية و عاد باش ندوزو نخدمو الكريمة اللي كتكون ساهلة و غا تنجح معاكم مية في المية من نسبة للأيطار هنا عندي تقريبا 20 سنتيم يعني هاد الحلوه هادي فيها كيلو بالضبط هاد المقادر اللي كيعتو كيلو نت الاخوات او البنات تطلبوا مني بزافوا في الانستغرام ديالي اعطيها بزاف ديالي مايساج عافك ورنا الطريقة كيفاش نحسبو ليغاتو ورنا الطريقة انا غادي نوريكم كل شيء سافري من بعد هنا غادي نجيب واحد للساشة ديال الفاني غادي نخدمو الكريمة انجليزية لاباز ديال البيض والحليب اسكار غادي نوريكم تلاكيني ربعة ديال لاباز ديال الكريمات و غادي نقولو لكم كل واحدة بوحديت ان شاء الله من بعد هنا يا كمشين كندير ديال الحليب كنصخنو تقريبا كاس اللارب ديال الحليب كنصخنو جيت الهنا درت ورقة وحدة ديال جيل عادي اللي غادي نوضحها في الماء بارد غادي بشترطة بليا ورقة وحدة كتعدلينا ثلاثة غرام ماشي جوج ديال القرامات البنات ثلاثة غرام صافي غادي نخليوها جانبا من بعد هنا يا كيما لاحتوا الحليب راس خلية غادي نجيب جوج ديال السافر ديال البيض بدون بايات ديال البيض انا قد مهم قدي دي ما تنجيله ولكن اليوم حاولت انا اني نركز عليها باش تنجح معاكم 100% كالي كتقولي باخفو كيطب لي البيض كالي كتقولي ما كتتتقليش كالي كتقولي كتتتتقليش كالي كتتتتحرق لي هانتما للا تبعين مقادر غادي تديري فدك جوج سافر ديال البيض بمعلقة كبيرة ديال السكار سانيدة غادي تخلطيها بحال هاتش كالي كنخلطها انا حتى كيدو بسكار فيها وكنضيف علي هاداك الحليب لي ما كيكونش سخون بزاف وما كيكونش دافي كيكون ما بين وبين لادرنا سخون بزاف وكبينة مباشرة غاي طيب لينا البيض هادي اكيدة وخطح عيام تحركي فيه وإلا كان دافي غادي نديرو فوق البوطة وخصنا واحد المودة باش انه يسخلينا وهكذا غاي طيبنا البيض يعني كيكون الحرارة ما بين وبين مهم كونوا على عبال صافيا من بعد هنا غادي نخلط ذاك البيض وذاك السكار وذاك الحليب شوفوا القاوام ديالو بهات الشكل هادا را ناجح مية في المية اللي تبعتو هات الخطوات هادو راح ناجح كنردوها فوق البوطة مع تحريك المستمر ما كنخليوهاش تغلى بزاف وما كنخليوهاش تفيد يلا فاض بطبيعة الهر كيخسر البيض عادي ايش هم مرة عاود كيخسر البيض صافيا من بعد هنا وضعت ذاك الورقة ديالجيلاتين حتى كنطيبوها وكل شي كتبقى ورقة ديالجيلاتين هي الأخيرة صافيا غادي نخليوها جانبا وغادي نضيف عليها جوج معلق ديال ناس الكرامل او ممكن تحضروه في البيت في الضار ولا ولا تشريوها جاهز ولا تشريو غيه هاتك ديال العبار اسميتو كريم كرامل كريم كرامل را كيت تبع بالعبار كعطك 5 درهم 10 درهم 15 درهم حتى اللي بغيتي هادا كيكون رخيص من انك تشري بوطة 22 درهم بزاف يعني وتقدر انت غادي من نوع جوج معلق ما لا داعي انه تشريدك البوطة خودي غير 5 درهم ولا 10 درهم كافية وغادي نضيف عليها بزاف ديال المرات صافيا ديال الكريمة الانجليزية اللي بلاباس ديال الكرامل غادي نوضعوها جانبا بطبيعة الحل ونخليوها حتى كتب ردلينا مزيان ما شغل شي شوية لانه غادي نطلعو هنا الكريمة وفليهذا احنا ما غادي نبغى اول كريمة انها تكون الحاجة سخونة لانه غادي تحبط لنا على فاغم ديالها بطبيعة الحال صافيا من بعد هنا غادي نجيب كاز ديال الكريمة سائلة احنا ما كانتش عندي هذا ما كانتش عندي لاشانتيه ممكن ديروا كاز ديال الحليب ديال العنبا او لاشانتيه تلعوها بحل بحال يعني ما كانتش مشكل انا كعي جميل خدم بلاشانتيه حسن من يكيد صراحة كل واحد وشنو كيبغي صافيا من بعد هنا غادي نجيب هاداك الكريمة الانجليزية وغادي نضيفها على هاد الكاز ديال الكريمة اللي بطبيعة الحال اللي خفقت مهم اللي غا يسولني شحل الميليليتر ديال الكريمة ميتين ميليليليتر بطبيعة الحال غادي نحاول اني نحرك 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 مزيان حتى كيت نساجم ليه وكنشوفها انها تقال تلينا واحد شوية هاد باش كنضيفوها كلموس ديال الكراميل من فوق التبقى المقرمشة بطبيعة الحال صافيا غادي نحاول اني نديرها بات الشكل هادا وغادي نخدليها الوجه ديالها وهنايا غادي نخليوها تقريبا نحضر بعدي الساعات او خمسة الساعات وميو ساحسن انكم تخليوها تبات ليليل كامية لانه باش كيت جمد لينا مني كنديرو الكلاساج لينا انها كنت اكدو اننا اه غايت طق معانا الكلاساج وغادي اه أم مني نحط القعصة تغريغادي اي انشاف عليها او غادي يبس عليها كما نقولو باش هكا ما تقش لنا الحلبة قت اه موك تقطار صافيا من بعد هنا غادي كيما قطليكم غادي ندخلها المجمد اه بهذا الشكل هادا مو يمتق قديتها مزيان طبيعة الحال. ففي هنا عندي زور القلاساج القلاساج اللي غادي يكون ساهل وبسيط اللي في هنا يكسل الارب ديس كرساني دا. طبيعة الحال غادي نديرها كراميل كات كات كراميل يزاف فوق النار. كانت تحصلوا على دلون هادا اللي كيكون شوية غامق ماشي بزاف. نغي مع الاضاءة. وباللي كم غامق بزاف. يكون ها كو ما يكون شفاف. إلا كان شفاف رما ما غاديش يجيكم زوين. غادي نضيف عليه نسكاز ديال الماء الساخن. الماء الساخن. ما نديروش ما بارد ما بارد ليستر كيبقى يطار على الوجاه وتكشير اللي يحفظ دياله الماء سخون. وحركم زيان حتى يدوب داك سكار. وغادي نضيف هنا معلقة صغيرة ديالنشا. اللي غادي ندوبها في شوية ديال الماء. وكندير كريء نسكاز ديال الكريمة السائلة. كل شي ان شاء الله غادي يكون مفهم. غادي نوضع ذي النسكاز ديال ما معادك من شا. غادي نعود اني انحاول اني نخلطه زيان بحتي شكل هادا. ومن بعد هنا غادي من بعد ما غادي ادوب ليا غادي نطيف لها الكريمة السائلة ومنين غادي نطيف لها الكريمة سائلة وغادي نحاول اني نخلط مزيان. صافي مني غادي نخلطه مزيان بهات الشكل هذا احتى غادي ندمج ليه المكونات وعاد باش غادي نضيف له واحد ملعقة صغيرة ديال الكليكوز هدي اه غير اختيارية وصافي لعندك الكليكوز فالدر ديني ما عندكش ماكينش مشكل يعني ماكينش اشكال غير هو كيزيد كيساعد باش تشد ديني القلاسات جو رغم انا غادي نديرو الجيلاتين داروري صافي من بعد انا عندي معلقة كبيرة ديال الجيلاتين اللي دوبتها في الماسخون صافي وغادي هنا بودر صافي وغادي نخلطه مزيان وغادي نطربوه بطبيعة الحل مني غادي نطربوه مزيان او غادي له في الخلط الخلط الكهربائي يحتى كي اه كيتبتل اللون ديالو ماكيبقاش هكا غامق كيتفتح واحد شوية عادي باش كنديرو كنضيفوه في واحد الايناء هانتو ماكيما لاحظو غادي نحاولو نصفيوه مزيان بشيلا كنشي فقاعات ولاشي حاجة تحيد صافي من بعد بعد الشكل هذا غادي ننخلي حتى كيبرة تماما عادي باش نقلاسي وبيل حلواتي لانا من بعد هنا ما دست ليه ليلة كاملة غادي ندير المول غادي نحاول نقادل الحواف وغادي نزين بدك القلاساج وغادي نزين هنا يا بالخطوط من شوكولا وكنديرو اي تزين هنا درت القطع دير شوكولا مع موازات وفي الاسفل ديال قاتو تزينتو بالفويتين وهذا هو الشكل النهائي ديال قاتو ديالنا شكرا اشتركوا في القناة